السلام عليكم اتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال بالنسبة لأول مرة تشاهد الفيديو لا تنسى ان تضغط على زر الشراك اشترك معي في القناة و زر الجرس و تسطل بكل جديد مرحبا بكم اليوم سأجدكم الجزء الثاني ان شاء الله سأجدكم الجزء الاول في صندوق الوصف و انتظروني في الجزء الثالث وهو عبارة على الهدايا ان شاء الله ان شاء الله دابا نوريكم الجزء الاول و شنو استطعت الجزء الثاني و شنو حضرت فيه بعد الجزء الاول دات لكم يعني الكاك ديال منيماوس دابا نوريكم عشنو حضرت اللي عبارة على المينيماوس ديال ثابلي كيف ما تلاحظو هذا هو الشكل ديالو و حضرت يعني الكابكيك اللي داجر حضرته معكم انا خليلكم في صندوق الوصف وهنايا دونات واحد تشيز كاك صرحة انا ابنت انا ما استطعت ان يصور كل شيء فقط لضيق الوقت لكن تنوعدكم ان اللي دجو حضرته معاكم في القناة نخلي لكم في صندق الوصف واللي ما عمرني ما حضرته معاكم وعد مني انني عادي نحضر معاكم جميع الاشياء يعني في حال مثلا بيزا السائلة هادو اللي غاغين ديجا حضرتهم معاكم هادو جينواز فقط ضفت لها ملوينات يعني وصوتهم يبعوت خشبي يعني بزاف ديالاشياء وهاد الحلوى ديال رقم ثلاثة نتاية تنوعدكم انني عادي نديرها معاكم لتجي رائعة بزاف اول شي انا نبدأ معاكم هو السابلي اللي تيجي هائل جدا تيجي رطب الساب انا نحتاج لكاس غير مملوء ديال السكر بزانيدة عندي هنا قدرت صاشية ديال ماء الظهر في نسو كاس ديال الماء عندي هنا نسو كاس ديال الزيت عندي مية ومس وعشر كرام ديال الزفدة عندي صاشية الفانيليا بوزنس بعد الكرام ونس عندي فلون هذا غير صغير عندي فلون عندي نسو كاس ديال فلون عندي هنا بيكن فاودر او خمارد بوزن ثمانية ديال الغرام اما بالنسبة للدقيق او الفرس تبقى يعني على حسب الجامع العاجل اول حاجة البنات نوضع زبدة ديالي نيو خمس وعشر كرام هنضيف لك كاس ديال سانيدة الغير مملوء واندي مدن معك فيها كحتة توليلي بوماد كيفما تتشوفوا البنات بعد ما ولتلي فحل بوماد او فحل شي كريمة هنضفت لها الزيت واندي نحاول اني نخلطها جيدا وانبعد هنضيف نصف كاس ديال الزهر بالنسبة للبنات كيفما قلت لكم انا اضرت ساشية في نصف كاس ديال الماء اذا كان عندكم الزهر اضروا ربع كاس فقط ثم نضيف الفلون ثم نضيف سكر الفانيليا الساشية الفانيليا والخمارة او البيكن باودر بعدها كيفما تشوفوا بعد ما حركت هذه الخليط جيدا نضيف لي الفرس القليل حتى تجمع لي العجين ديالي كيفما تشوفوا البناتة هذه العجين ديالي ضرور ان تكون جيكم يعني مرملة ما تقصحوها شو ما تخليها شيني نفتية بساف باش مني طيب الصابلي ديالكم بيتهرش شليكم اول حاجة نوضع يعني الدقيق الابيض على سطح العمل ونحاول نضلك هذه العجين ديالي يعني بواسط المدلك وبمساعدة اكيد ديال الدقيق الابيض بتنمي وستحرك وستحرك بعد ما دل جيتها كنا ناخدها تسطيع ديال الدجاوريتوليكم المشتريات التي تجعلها في صندوق الوصف سوف تجعلها جزء الأول والمشتريات التي تحتاجها لها فقط نطبع بها هذا الطابع كله بعد البنات وضعتها في اللطة التي تدخلها للفرن وضعتها في الطابع وضعتها القاوة الميكي موس ونطبع بها يعني بواسطة دقيق ضروري أنكم أي مرشان بويتين يعني خرج لكم الرشما لا تهرش لكم واضحة وضعوا المرشم في وسط الدقيق أو في وسط الماء زينة أو الناشا وضعوا على الطابع كيف تشاهدون بعد البنات ندخلوا للفرن حتي طيبلية كيف تشاهدون أنكم تقابلوا السابلي في الفرن بزيان مش ما يتحرق لكم هنا أنا أخذت شوكولة يعني أنا درتها شوكولة نوع إقبال دوبتها وضعتها وضعتها السابلي فقط فسط الشوكولة كما تشاهدون كما واضح في الفيديو سأخذت شوكولة وضعتها في فورق الزبدة وضعتها في الصابلي كامل سأكلم بعد البنات ما كنت لديه أنا أخذت القلب هذا أو مول سيليكون بلاستيك بلاستيك أخذت شوكولة بلاستيك 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 من بعد البنات كما تشاهدون هذا هو الشوكولة أحضرته معكم في القناة سأخذكم في صندوق الوصف لا أريد أن أحضره معكم لا أحاول أن أقوم بإمكانكم تكرار سأخذتها سأخذتها فقط لأنها ملوينة بطريقة واضحة أي شخص يمكن أن يزيد بطريقة كما ترون وضعتها ملوينة وضعتها بعد أن أحضر الملحة الأولى التي تحتاجها فقط زيت ملوينة ملوينة وضعتها 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 ونطيبها يمكن أن تضيفها أي حشوة وضعتها 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 جيدا لأنها سأخذتها بطريقة وضعتها 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 بالضبط بطريقة ومراكة وضعتها وضعتها حلثتها وضعتها في زيت لذي وأخذتها منذ أصبع وضعتها ومراكة سأضغط لديك كبير ثم أضغط لديك في البشامل وضعت لديك من قليل من اللانشون سأخذ تلك الورقة كما أضغط لديك تلك الحجم الصغير وضعت لديك وضعت لديك الحشوى من فوق وبدأ نجمعها على شكل مصمم أو على شكل مربع ونأخذي ورقة ثانية لكي لا ترتقش معكم هذه هي الملاحظة هذه الورقة التحتانية اللي فيها الفرومج صاندويتش يكون من الأعلى فقط البنات اخذت هنا قليلا من دقيق الأبيض والماء لنبدأت تلصق بهذه الورقة هذه سوف وضعت الورقة الثانية كيفما اخذتكم هذا بشما ترتقش سوف البنات بعد مساليتهم كاملين أنا هذو يعني فكرت أني أنا نوضعهم في الفرن كيفما تتشوفو هذو هم المربعات ديالي تيجوا وبناني لبنات بزاف وبعد البنات هنا نضفت لكم بشي حجم الديكوراسيون يعني نتمنى أنها تنال إعجاب ديالكم فقط أنا أخذت هنا الكارتون اللي قطعته على شكل حروف وخذت يعني الرشاشة في اللون الضغة فيما تلاحظوا من سبيل البنات اللي عدت سائل يعني أنا مني لأخذت هذوك الحروف فقط أعطيكم حتى الفكرة يعني اللي جاتني بسيطة وممكن أنتم التعاونوا بها لبغيتوا تصوبوا شي حاجة في حلقة تحجل بزين أو تحجل مني باختر فقط أنا في التلفاز يعني أخذت يعني ذلك الحروف ديال الأولاد الصغر يعني من التلفاز ودرت البوز يعني وصوبتها على الورقة الشفافة ومن بعد وضعت هذيك الورقة على الكارتون وقطعت بالميقاس وبعدها البنات كيفما تتشوفوا أنا بعدما ما أصبقتهم كامل نخليهم ينشوفوا وعدي نعودهم بعدما نشوفوا لي يعدي نعود نصبخها للمرة ثانية بش يعطيني هذا اللون البرونز اللي واضح كيفما تلاحظوا كيفما تلاحظوا ورشيتوا مكة من فوق الحروف كامل قبل ما ينشوفوا البنات ضروري أنا نعود ندير لهم كيفما تلاحظوا كيفما تلاحظوا كيفما تلاحظوا ورشيتوا مكة من فوق الحروف كاملين وبعدها البنات اخذت عندي واحد الخشبات اللي قدرت لهم البابي بانت وضعت لهم هذه الحروف وكيفما تلاحظوا وضعت فيهم هكا كالسيليكون الملون وضعتها كاف جنيبة كلها يجي الشكل ديالها جميل يجي يعني زوينه موسيقى سوف البنات وانا ساليت كيفما تلاحظوا الطبيلة ديالي هاو المملحات ليدون حتى هاو ان شاء الله عدي نحضرهم معاكم تجوني رائعين بزاف اعتدراني انني ما قدرتش اني نصور ليكم كل شي كان عندي اني دازلية في حت الوقت يعني وجيز ماستطعتش اني نصور يعني كل شي هذا هو الشكل ديال الميني ماوس موسيقى هناك وادي شيز كيك اللي غلفتها بشوكولاتة وزينتها كاكبتك الكويرات شوكولاتة ومجنب بشانتيه وناديك المرشي ميلو اللي اضعت لكم وضعت لغين والتلع وهذه الجنواز ديالي فقط وضفت لها الملوينات يعني هاتش اللي اضعته معاكم ونخليكم بناتش في صندوق الوصف وهذه الحلوات اللي وعدتكم ان شاء الله اني نحضر معاكم تجي رائعة بزاف سافة البنات وهذه الفاغين لعن خليكم حتى وما في صندوق الوصف وبيتزا سائلات كذلك يعني تنوادكم انا نعنديرها معاكم سافيو تبقى وليسيقى غليت جميع حضرتهم دابا معاكم نتمنى ان الفيديو تكون نالكي اعجاب ديالكم لا تبخلوش عليها بلايك وتحاوكم توصلوه للفيديو الاكبر عدد من لايكات شكرا على الدعم لكم شكرا بزاف بزاف السافة البنات وانا هنا عدي ينوريكم حاجة اخيرة وهي الربة اللي لبسا يعني سلمة يعني من تصميمي نتمنى انكم تعطوني الرأي ديالكم تقولوا لي كيجاتكم حتى هي البنات بنسبة البنات اللي تعرفوني فهم عارفيني أنني تنضرصت شديل تصميم نتمنى أنكم تعطوني رأييكم تقولوا لي كيجاتكم شكرا لكم